اهلا وسهلا بكم عزائنا المتابعين مصادفة هنا في هذا الأسبوع واصرينا أن يأتي إلينا ويتحدث ولو قليل عن مشاركته في هذا الأسبوع ولبأ الدعوة مشكورا مع أن برنامج كان جدا كثيف حسب ما أشار لنا أهلا وسهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا أخ محمود وشكرا على هذه الدعوة الكريمة أستاذ جمال اليوم هو يوم الاشتراكين الديمقراطيين في أسبوع الميدالين وستيفان لوفين رئيس الوزراء غير موجود ستنوب عنه وزيرة المالية على أي أشياء رئيسية ستركز كلمة حزب السوسيال ديمقراطرنا الاشتراكين الديمقراطيين هو بالطبع وزيرة المالية طبعا ستلقي قلم اليوم الساعة سبع مساء وأنا غير مطلع على كلمتها يعني عادة عادة يفاجأ كل الناس بأنه شو الكلم اللي حت تلقيها أتوقع حتكون كلمتها حول الضرائب بالنسبة لفي حاجة بسموها تريتولفان فيه بالنسبة لضرائب الطائرات البنزين وما شبه ذلك حتى أتنوه لهذا القضية أتصور حتى أتحدث عشيء بسموه كيف يعني تطور الشركات وكيف مثلا ممكن اللي يشتغلوا في الشركات يقدر يتطوروا ميدانيا لأنه يلبوا حاجات الشركات تعتم بهذه الطريقة هذا يتطور المجتمع بشكل كامل أنت مشارك هنا لأكيد ليس للمرة الأولى هل باعتقادك أن أسبوع المدال لا يزال له هذا الرونق وهذه الضجة وهذه القوة أم تتناقص تأثير قوته مع الوقت الحقيقة هذا تاريخيا من أكثر من 20 سنة موجود المدال هذا الأسبوع السياسي وهو عبارة عن 8 أيام حسب عدد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أتوقع أنه بالمستقبل يمكن المدال يفقد من رونق الموجود هلأ لأنه رئيس الوزارة السويد ستيفان لوفين قرر أنه ما يزور المدال هذه السنة وبعت وزيرة المالية أنه يتمثله في هذا الأسبوع فأعطى إعاز يعني أنه الأفضل أنه ننتشر على مستوى سويد كل ياته ولا ننحصر في مدينة وحدة لنتداول السياسة فيه تضارب يعني الحقيقة غير دقيق أتصور حسب تصوره أنه يمكن في المستقبل القريب ما يكون نفس الضجة المدالة يقوم فيها جمال الحاج عضو البرلمان عن حزب الاشتراكين الديمقراطيين العام المقبل هو عام انتخابات لماذا برأيك قادم جديد ينتخب لأول مرة يمكن أن ينتخب أو يجب أن ينتخب حزب الاشتراكين الديمقراطيين ما هي الأشياء التي برأيك جاذبة لهذا القادم الجديد لكي ينتخب حزبكم شكرا على هذا السؤال أول حاجة بحب أن نوه من نواهة قديم أنه الانتخاب هو عملية ديمقراطية أنا أنصح الناس كليات أن تروح تنتخب بغض النظر عن الحزب اللي هو بحب ينتخبه ولكن طبيعة الأمر أنا كان اشتراكي ديمقراطي أقول أنه إحنا أفضل حزب نمثل شرائح المجتمع كاملة يعني كل الشرائح الموجودة نمثلها إحنا نشتغل على أساس الضعيف في حاجة بسموها التضامن الاجتماعي في قضايا كثير عملها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفتح فرصات العمل مثلا إحنا عنا من ما أخذنا الحكم سنة 2014 قدمنا أكثر من 200 ألف فرصة عمل من سنة 2015 و16 عنا بحدود 150 ألف وحدة سكنية هذا طبيعي يعني ولو ما زال كثير من الناس تفقد يعني ما زال ما عندها عمل أو ما عندها سكن ولكن تدريجيا أتصور أنه كل الناس حيكون عندها هذه الإمكانيات أنا شخصيا كنت في محاضرة أول مبارح وأنا كنت يعني موجود كمحاضر في هذا القضية وكانت تتركز على وضع اللاجئين الجدد كيف وضعهم بالنسبة للعمل وكيف وضعهم بالنسبة للبوستير يعني السكن وهذا من اللي قلته يعني أنه السكن يعني مفروض يتأمن للجميع يعني هذا موجود يعني بالإفرس اللي فونر يعني موجود كأني كيف يعني متل بقول حقوق إنساني هذا أنه الإنسان يكون عمل عنده عمل ويكون عنده سكن هاي بحقوق إنسانية وهذا الحزب اللي بيشتغل حزب اللي بيشتغل على هذا الأساس يعني وعشان هيك يعني طبيعة الأمر بتمنى أن كل الناس انتخب بحزب الاشتراك الديموقراطي ولكن يجع كمان بتمنى أنه كل الناس تعرف لش تنتخب هذا أهم بالنسبة لإلي إنك تعرف مين تنتخب وليش تنتخب ما أنك تنتخب الحزب الاشتراك الديمقراطي عشان العملية الديمقراطية في هذا البلد تكون تامية ما رأيك بمشاركة حركة المقاومة الشمالية أو ما يعرف بالنازيين الجدد وهم يبعدون عننا حوالي مئة متر من هنا ما هو شعورك؟ هذا طبيعا شيء سيء جدا وأنا أعجب كيف أنه يسمح لإلهم أن يكونوا في هذه المدينة فيسبي ويقوموا بعملهم يعني بقدر أقوله بكل بساطة إجرامي لأنه هن عندهم يعني أكتر من مقترحات وأكتر من حاجات عملوها مسيئة للإنسان بشكل عام يعني مسيئة للإنسان السويدي ومسيئة حتى للإنسان الأجنبي وبالتحديد الإنسان الأجنبي فعشان هيك بعجب أنه يسمح لإلهم أنه يقوموا بالمشاركة بهذا المدينة ما رأيك أن يعني رئيس الوزراء نفسه الحكومة نفسه يعني لم تستطع إيقاف مشاركة هذا الحزب مع أنه السلطة بيدكم طبيعة الأمر إحنا السلطة في يدنا السلطة السياسية ولكن مش للسلطة القضائية في فرق ما بين السلطة السياسية والفرصة القضائية من يسمح لهذا يعني مثلا إحنا اليوم أكثر من 30% من اللي بيصوته 30% من الأصوات بيجي للحزب الاشتراكي أكثر من 30% ولكن إنا يوم والحزب مثلا مثل السنتر بارتية اللي عنده 5% إله كمان يوم عرفت عليه كيف فهذا القضية إحنا نلحكم فيها يعني ما نقدر نقول أنه إحنا لازم لا والله إحنا لازم يوميا ولا حاجة من هنوع فهذه مسألة دموقراطية عريقة جدا في هذا البلد علينا إحترامها وما إحنا اللي منقرر يعني إذا مين يشارك ومين ما يشارك إحنا مجرد حزب سياسي يعني ولو كان الحزب سياسي حاكم الآن ممكن بعد 3 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين ما نكون حاكمين يعني فعلينا إحترام هذه العملية الدموقراطية جمال حاج عضو البرلمان السويدي عن حزب الاشتراكيين الدموقراطيين شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة الكومبس للمشاركة في هذه المداخلة البسيطة ونتمنى أن نلتقي بك في مناسبات أخرى إن شاء الله شكرا أخينا شكرا لكم أعزائنا المتابعين وبعد قليل سنلتقي أيضا بشخصية سياسية أخرى كونوا معنا